من نادي الزمالك بقى حسن مسؤول في نادي الزمالك مسؤول في الجهاز الفني في نادي الزمالك قالنا النهاردة انه فيه لاعب انجليزي اسمه أوفي إجاريا ده كان بيلعب في ليفربول وكان طلع مع يورجان كلوب ولعب عدد من المباريات اللاعب ده هيخضع الاختبارات في نادي الزمالك الفترة اللي جاية إجاريا هيصل للقاهرة بكرا ان شاء الله لتنين بناء على طلب من جوزي جوميز بس ايه حكايته بقى ايه حكايته هقول لك إجاريا لعب وسط لعب وسط جيد وكان بداياته جيدة مع ليفربول ويورجان كلوب كانت شايف فيه حاجة كويسة جدا لعب بعد ليفربول أو يورجان كلوب طلب انه اللاعب يتم عارته راح في الجيكا وبعد كده راح لدور الدرجة الأولى في إنجلترا وأدى بشكل معقول شوية بعد كده جات له إصابات كتيرة جدا إصابات كتيرة جدا هو كان في ليفربول وبعد كده راح ساندرلاند وبعد كده راح ريدنج ومن 2019 لعب معاهم 127 لقاء وسجل 9 أهداف وصنع 13 هدف طيب مش ليه من ريدنج ما ده السؤال بقى للناس هتقعد تسأله ليه يعني يخليه بيلعب في الدولة الإنجليزة حتى لو في الدرجة الأولى يخليه يسيب الدولة الإنجليزة وييجي مصر ويجي نادي الزمالك اللاعب كان عقده انتهى مع نادي ريدنج وريدنج ما خلاص ما كملش العقد معاه وأصبح لاعب حر في 12 شهر في 12 شهر ما شاركش في المباريات بسبب إصابات مختلفة في العضلات وشوية في الروب فعنده إصابات متكررة كثيرة وده اللي خلي ريدنج ما يكملش مع اللاعب طيب هل الزمالك راح يجيب لعب بيتصاب كتير يعني أنا فرحتي جايب لعب إنجليزي وكان بيلعب في الدول الإنجليزي بس بيتصاب كتير الزمالك مش هينزل اللاعب الملعب يشوفه إلا لما يعمل كل الكشفات الطبية الممكنة يتأكدوا إنها كانت إصاباته فترة صعبة عليه وتحسن وبقى كويس يتعاقدوا معاه لقوا لا عنده مشاكل لسه وفيه إصابات أو عنده احتمالية تكرار إصابات كل ده ينفع دلوقتي يتعرف ممكن يتعرف إنك ممكن يجيلك إصابات أو إنك معرض لإصابات أو يعني عضلاتك ما تستحملش تفاصيل كتيرة كل ده بيتعامل طبين دلوقتي وأجهزة متقدمة جدا فالزمالك هيعرف ده الأول وبعد كده يشوف ينفع يتعقد مع اللاعب ولا لا بي